الزهد في الحقيقة ليس فيما يظهر للناس حتى العبادة فأنت ترى بعض الناس يعني حتى يحفظ عن بعض السلف أنه ما رآه أحد يصلي وهو دائما كان محافظ عن الصلاة هذه العبادة الحقيقية فهمت؟ يعني يظهر للناس أنه لا يقوم الليل ما يقوله يقول أنا أمس قمت الليل لا خفية فأنت تشعر أنه إنسان طبيعي مثل بقية الناس لكن هو في الحقيقة يعني يتصدق بأكثر ما لديه من مال فأنت تشعر أن يحفظ عن بعض السلفات التي يتصدق بأكثر ما لديه من الملزة يساعدهم أو يزور المرضى دون يعرف به أحد دون أعرف أحد اليوم يوجد قرمانيك بوضو ميساله يمنع الأنساعداء هذا يكمل هم يمكن توجه فهادا لدينا يلعب في العرب على القرم فهذا انتهى يقول لك الناس مثل قال ايه عن ايه عنه ها.الزهد يسعى فيما لا يظهر للناس يعني ان انتهى ايه عنه كيف يشعر بالناس فكيف يظهر الناس وقالوا ايه عنه نعم قالوا نحل الزوحال نعم نعم. هذا ليس لك هذا. نعم. 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 هذا الرجل يزعى الآن. كانت الذهاب الفتحين قالوا أن هؤلاء القرآن اجتب بأنها مثلا حسن البصري عبدالله ابن المبارك عبدالله ابن المبارك هو اعلى زهد بعد الصحابة في هؤلاء الثلاثة هذه الخروجة ومن المباركة خلال 3 إمام بي كان الإمام عبدالله ابن المبارك وكذا قال ايام生 حسن البصري نعم وقالوا قالوا بيضا يقول عن النبي في المبنى من سعيد من هذه الآية وشكيات المبنى